الحرب الروسية الأوكرانية تتفرع إلى ميادين كثيرة ولعل الطاقة اليوم وتحديداً الكهرباء في أوكرانيا تشكل هدفاً مباشراً للقوات الروسية موسكو تؤكد أن استهداف مراكز تحكم تابعة للقوات الأوكرانية بالإضافة إلى محطات ومراكز الطاقة الأوكرانية تم بأسلحة دقيقة بعيدة المدى نتيجة ضربات اليوم إذن انقطاع للمياه والكهرباء في العاصمة ومدن عدة فيما تتهم كياف موسكو باستهداف المدنيين من دون مبرر فأي تأثير لنتائج هذه الضربات على مسار المعارك في الشرق والجنوب وإلى أي مدى ستمضي روسيا في استهدافاتها في العمق الأوكراني طيفنا الليلة من موسكو الباحث السياسي والعسكري سيرجي شاشكوف سيد شاشكوف أهلاً وسهلاً بك معنا دائماً في غرفة الأخبار ضمن هذه الاستراتيجية الجديدة التي تعتمدها موسكو هي تستهدف كما تابعنا خلال الساعات الماضية مراكز تحكم تابعة للقوات الأوكرانية محطات الطاقة أيضاً وضعة العاصمة في الظلام يا سيد شاشكوف شو الهدف بداية من استهداف كيف؟ مساء الخير وآطب تحية للموسكو بالفعل ليس هناك شيء جديد في هذه التطورات الميدانية علماً بأن لقد نبه الرئيس بوتين أكثر من مرة أن هناك الخطوط الحمراء لا يمكن تجوزها وروسيا لم تبدأ تحارب بعد وهناك ضربات قادمة ستستهدف مراكز تصنيع القرار وكل ذلك بغية إجبار الطرف الآخر على إعادة تقديره للموقف السلسلة من الضربات القوية التي تم توجيهها في نوية الأخيرة استخدام الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة على الهدف العسكرية والصدعية في العمق الأوكراني كانت ناجحة جداً ودليل على ذلك انقطاع الكهرباء في العصب الكيف لاثناش ساعات يعني كل أربع ساعات يجب انقطاع لأربع ساعات ولا آخره وهناك مناطق واسعة للأوكرانية التي ضلت دون الكهرباء ودون البزنة والمياه وتم تدوير تدمير بعد الأهداف العسكرية بما فيها مركز القوات الخاصة للبحرية الأوكرانية في وجاكوف في القرمة والأودزة وإلى آخره لكن كييف سيد شاشكوف تتابع هذه التطورات على أنها استهداف للمدنيين من دون مبرر وحضرتكم تبعتوا هذا الموقف الرسمي لم يكن هدف موسكو يوماً سيد شاشكوف استهداف المدنيين إغراق العاصمة بالظلام استهداف هذه المراكز ومن هنا أتى هذا التحول الكبير في الاستراتيجية المعتمدة روسيا أرجوكم أن تركزوا على احتمام على ما يريد موسكو لا تقصف بالمدفعية المناطق المأهولة بالسكان لا في كييف العاصمة ولا في خيرها عكس الجيش الأوكراني الذي لا يزال يقصف بالمدفعية الثقيلة مدينة دونيسك وخرصون ولوغازك ولا آخره مستهدفاً المناطق السكنية هذا واحد ثالث التصريح الواردة من كيف تترح سؤال هل هناك ناس يعرفون ماذا يقولون أم لا على سبيل المفاد وزارة الدفاع الأوكرانية هي صرحة بأنها تمكنت من إسقاط 44 صاروخ من أصل 50 صاروخ روسي تم إسقاطها منذ صباح اليوم بعد دقائق رئيس الوزراء الأوكراني قال أن تم تدبير 18 هدف حيوي في الصناعة والابتسادة الأوكرانية في عشرة من المحافظات الأوكرانية يعني لو كانت المعلومات من وزارة الدفاع الأوكرانية صحيحة يعني ذلك أن 6 صواريخ متبقية دمرت 18 هدف في عشرة محافظات يعني لا حاجة للتعليق وأكثر من ذلك لا أحد يقول الآن عن محاولة القوات الخاصة الأوكرانية في شن الهجوم التخريبي على كاعدة سيوستوبل البحرية الروسية فجر الأمس حينما تم أجيح الزوارك المسيرة والطائرات المسيرة على ميناء سيوستوبل فنتيجة لذلك أعلنت روسيا انسحابها من صفحة الحقوب تعليقها هذا الاتفاق سيكون لنا لقاء خاص في الساعة الثانية من غرفة الأخبار وحوار حول هذا الموضوع سيد شاشكوف لكن بالعودة إلى النقطة التي أشرنا إليها وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبة يقول أن هذه الهجمات الأخيرة الروسية غير مبررة من خلال وصفها بأنها رد يعني موسكو تقول أنها أتت رد روسيا تفعل ذلك بحسب كوليبة لأنها لا تزال تمتلك الصواريخ والإرادة لقتل الأوكرانيين هذا ما قال وزير الخارجية الأوكراني سيد شاشكوف هل نتوقع تصعيداً في هذا الاتجاه خلال أيام المقبلة تحديداً بعد تطورات سيفاستوبول أرجوكم مرة أخرى أن لا تحسبوا كل ما يأتي من كيف نحن نتوقع يا سيد شاشكوف أنا أعط إلى هذا الموقف حتى ننقل صراحة ما الذي ورد على لسان المسؤول الأوكراني المسؤول الأوكراني اسمه نيكي فراف وهو الشخص الذي وقع على اتفاقية حبوب في اسطنبول صرح اليوم أن أوكرانيا ليست لها علاقة بهذه الاتفاقية إطلاقاً وهي الاتفاقية الثلاثية تم توقيعها بين روسيا وتركيا والأمم المتحدة يعني ما هذا إلا هالوسا وهو الشخص الذي تم وقع شخصياً على هذه الوثيقة إذا عدنا إلى صلب سؤالكم روسيا لا تستهدف النص المدنيين روسيا حتى الآن في ظل الهجومات المتواصلة في الجبهة الشرقية من أوكرانيا تمتادها عن توجيه الدربات المدفعية على الأماكن المهولة بالسكان جميل علماً لتجنب كمدل الخسار بين المدنيين وهذا ما يستغله الجيش الأوكراني الذي يستخدم الأوكرانيين كدرع بشري وهذا كان الموقف الروسي سيد شاشكوف منذ بداية هذه العملية العسكرية وهذا الحقيقة خليني أسألك عن استخدام كل هذه الأوراق خلال الفترة الأخيرة يعني من بعد استهداف مراكز الطاقة بعد الحديث عن تعليق العمل في هذا الاتفاق اتفاق تصدير الحبوب وأيضاً في ظل حديث الغرب عن إرسال المزيد والمزيد من الأسلحة إلى أي مدى يمكن لهذه الأوراق التي تستخدم حالياً أن تدفع الغرب إلى طاولة مفاوضات الأمر الذي لم تغلق الباب عليه موسكو حتى الساعة سواء جميل جداً علماً بأن توجيه الدربات على المناطق الصناعية الحيوية لأوكرانية هذا هو التنبيه للغرب أيضاً علماً بأن الشتاء قريب وهناك مظاهرات شعبية واسعة ضد الحرب هذه وهناك موجة جمهورية واسعة تطالب من الحكومات الغربية بإيقاف نقل الأسلحة إلى أوكرانيا وتركيز الجهود على حال الأزمات الداخلية وليس أوكرانيا علماً بأن هناك مليارات ومليارات من يورو ودولارات راحت إلى النقطة السلطة هذه فعلى ما يبدو رغم أن الحرب تستمير وسوف تستمير فترة طويلة مع الأسف الشديد ولكن وجهات النظر سوف تتغير وسوف يديم إعادة النظر في الموقف الحقيقي بطبيعة الحال سنكون بانتظار كيف ستتطور الأمور خلال الأيام المقبلة شكراً لسيد سيرجي شاشكو شكراً لكم البحث السياسي والعسكري حدثنا من موسكو